ازايكم يا حبيبي? عاملين ايه يا رب بتكونوا بخير? وحشتني كتير. تعالوا بقى النهاردة هنعمل اكلة حلوة جدا. مش اطاقة في نص دقيقة في المطبخ. بجد اكلة سريعة واقتصادية. وهتنفع معاك للفطار والعشا وكمان للصحور. خلاص رمضان على الابواب. كل سلامتم طيبين. وكمان انا عارفة ان في ناس بتصوم دلوقتي في شهر شعبان. يا رب يبلغنا رمضان ويبركت لنا في شعبان يا رب. ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفاقدين يا رب الله ما امين. جبت كده طوصة وحطت فيها معلقتين من الزيت. وكان عندي كده لانشن باقي تلاجة. قطعته عشوائي بالشكل اللي انتم شايفينه ده وهشوح كده لانشن مع الزيت. ولو حبت حطي توابل مع لانشن اوكي حطي مش حبة خلاص. انا هحط التوابل مع البيض. فححط كده بطين. ونخلي بقى لنا بقى من البيض اليمين دول لان هو غلي. فانا هحط بطين بس. الكرتونة دلوقتي بمية وتمانين يا رب يا عافينا يا رب من الغلل اللي احنا فيه ده. الاكلة دي عاملة زي البيض والباسترمة. بس انا حطيت بطين الباسترمة لانشن. اه هحط كده ملح وفلفل اسود والتوابل اللي انا حبيها. وهسيبه بقى كده يستوي. وهعمل جنبه اه طاصة اه طاصة اه بلح بالسمنة البلدي انا بحبها جدا. وكمان مفيدة جدا. يعني كلها حديد. وبتشيل الانيميا وبتزود نسبة مجلبين في الدم. فيعني مفيدة جدا. فانا هعملها النور ده وطلعة من العمليات عندي رهيبة. وكمان كان قبل اه قبل العمليات برضو كان عندي انايميا فالحمد لله. فانا بحب اعمل الطاصة دي يعني شبه يوميا. لما يكون عندي يبلح وكده بعملها. حطيت كده في الطاصة آآ سمنة بلدي. وبصوا نص معلقة من الزيت. علشان بس ايه? السمنة ما تجليطش. لان احنا في في البرد دلوقتي. فالسمنة هتجمز منك. وفصصت كده بلح رطب. ولو عندك عجوة برضو حطي من بدل البلح ده عجوة. يعني اللي عندك استخدمي. بصوا بقى بعد ما شوحتها كويس في السمنة البلدي. بقى جد طعمها حلو جدا. ورحتها حلوة مع السمنة البلدي. وبالفة هنا مشايفة. شايفين بقى البيض باللانشون. آآ لزيز كده وخفيف. ومفوش مكونات كتير. وبالفة هنا مشايفة. قلولي بيتابعوني من اي بلد.